أشهد وزير الخارجية سامح شوكري باهتمام الشركة البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية المصرية خاصة في مشروع البنية التحتية والطاقات المتقددة نقاش شوكري خلال لقائه بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسة التقافية البلجيكية على أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب الأثار هذا بالإضافة إلى العمل على السعادة حركة السياحة القادمة من بلجيكا كما عرض وزير الخارجية الجهود الوطنية المستمرة على كثير من الجبهات لنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ونجاح مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة تطرق اللقاء كذلك لعدد من القضايا الإقليمية والملفات محل الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي مثل تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة